ترجمة نانسي قنقر التي توجد بها السفارة أو القنصرية أو البعثة الدبلوماسية تأكيدا من مملكة البحرين بأن العملية الديمقراطية ليست مقيدة بحدود جغرافية وإشراكا للمواطنين المتواجدين في الخارج في العملية الانتخابية انطلقت صباح اليوم الثامن من نوفمبر الجاري عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في لجان الاقتراع والفرز في المقار الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج حيث بدأت باستقبال الناخبين منذ الساعة الثامنة صباحا بحسب التوقيت المحلي للمدن التي ستجرى فيها عملية التصويت اليوم نحن عندنا مقرين في دولة الإمارات العربية الشقيقة مقر في أوظبي ومقر في قنصلية العامة في دبي يخدمون جميع المواطنين والزائرين البحرينيين لدولة الإمارات العربية الكل واجب عليه اليوم أن يدلي بصوته لإنجاح هذا العرص الديمقراطي الحمد لله لحد الآن الأمور ماشية تمام حسب ما رسم لها من خطة الدلال على توافد الجمهور أو المواطنين والحد الآن الحمد لله الأعداد جيدة وإن شاء الله بيزيد بعد خلال بعد الظهر لأن الجو اليوم فيه أمطار وبرد يمكن يأثر عليهم ولكن أهم حباً لوطنهم وحباً لحكومتهم قاعدين يأيون إلى مكان الصناديق ويقدمون أصواتهم نحن هنا في الجمهورية الإيطالية ونحن على تم الاستعداد لاستقبال الناخبين من جميع أنحاء إيطاليا وطبعاً هذا العرس الانتخابي الذي نمر فيه هو بفضل صاحب الجلالة الملك المعظم المواطنون المتواجدون خارج مملكة البحرين يمارسون حقهم الذي كفيله لهم الدستور عبر 37 مقراً دبلوماسياً للمملكة التأتي الانطلاقة من العاصمة اليابانية توكيو باعتبارها أولى العواصم والمدن التي تتم فيها عملية التصويت للمواطنين بينما تنتهي عملية التصويت في الخارج في تمام الساعة الثامنة مساء بحسب التوقيت المحلي لآخر مدينتين وهما واشنطن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية سعدني ويشرفني أني أكون متواجدة هنا وأني أمارس حق من حقوقي كمواطنة بحرينية وأحبيت أشيد بجهود سفارة مملكة البحرين في الأردن على تنظيمهم والترتيبات الموجودة والسهالات التي يقدموها لنا كمواطنين بحرينيين انتخابات اليوم تعكس واقع ما تعيش في مملكة البحرين من نمو وتقدم وازدهار حراسة سفارة مملكة البحرين لدى الجمهوري الإيطالية على تدليل كافة العقابات والصعوبات وضمان انسيابية ونجاح العملية الانتخابية في مغار السفارة اليوم نأدي الواجب الوطني مثل هو تربينا وتعلمنا حتى لو كنا في وسط السياحة لازم نأدي هذا الشيء مثل ما تعودنا وتربينا عليه وشرف لنا وشرف حق المواطن المحريني أنه يأدي الواجب الديمقراطي والتصويت الاستعدادات لهذا الاستحقاق كانت قد تمت من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة بين الإدارة التنفيذية للانتخابات ووزارة الخارجية من أجل ضمان تسهيل ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب وصدى أجواء مماثلة لأجواء النزاهة والشفافية للنظام الانتخابي داخل المملكة في ظل إشراف قضائي كامل ويذكروا أن نتائج الاقتراع في الخارج ستضاف إلى نتائج الاقتراع في المملكة والمقرر إجراؤها يوم السبت المقبل الموافق للثاني عشر من نوفمبر الجاري